هذه هي الحلقة الثالثة والعشرون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة أسعد الله تعالى أيامكم فرحة زهرائية مباركة عليكم وعلى عوائلكم الكريم لم أكمل إجابتي بخصوصي السؤال الذي وردني من النجف ومن حوزتها من أحد فضلائها بخصوص الرواية التي ذكرها البرقي في كتابه المحاسن إنني أقرأ من الجزء الثاني هذه طبعة المحاسن طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والعشرين بعد الأربعمائة إنه الحديث العاشر بسنده بسند البرقي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أمير المؤمنين يا علي إن جبرائيل أتاني البارحة فسلم علي من الباب فقلت ادخل فقال إن لا ندخل بيتا فيه ما في هذا البيت إنه بيت رسول الله إننا لا ندخل بيتا فيه ما في هذا البيت فصدقته صدقته بما قال وما علمت في البيت شيئا فضربت بيدي باحثا وفاحصا فضربت بيدي فإذا جروا كلب كان للحسين بن علي يلعب به بالأمس منطقي هذا أن رسول الله يتكلم مع أمير المؤمنين عن الحسين ويقول له من أن جروا الكلب هذا كان للحسين بن علي ألم يكن كافيا أن يقول من أنه كان للحسين فهل هناك من حاجة للتعريف باسم أبيه فيما بين رسول الله وبين أمير المؤمنين فإذا جروا كلب كان للحسين بن علي يلعب به بالأمس فلما كان الليل دخل تحت السرير دخل هذا الجر فنبثته من البيت أخرشته طرته ودخل جبرائيل فنبثته من البيت ودخل فقلت يا جبرائيل أَوَمَا تَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْبِ؟ قال لا ولا جنب ولا تمثال لا يوطأ لا يوطأ بالأقدام لا يوطأ بالأحذية إنها الصور المرسومة على الأفرشة والأقمشة التي توضع على الأرض عرضت الرواية من جهة موقف جبرائيل بخصوص الكلاب بحسب الظهور العرفي فإن جبرائيل يتحدث عن موقف الملائكة عموما من أنه موقف سلبي بنحو مطلق عرضت هذا على آيات الكتاب الكريم ما جاء في سورة المائدة بخصوص كلاب الصيد وما جاء في سورة هود بخصوص سفينة نوح ومن أن الله أمره أن يحمل الكلاب معه في السفينة وما جاء مذكورا في سورة الكهف بخصوص كلب أصحاب الكهف موقف القرآن من الكلاب ما هو بموقف سلبي بشكل مطلق هذه الصور وصور أخرى تتحدث عن الموقف الإيجابي في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة فلا يمكن أن تكون الرواية صحيحة بهذا اللحاظ لأن موقف الملائكة لن يكون متعارضا ومتنافرا مع موقف القرآن موقف القرآن هو موقف الله سبحانه وتعالى الموقف القرآني يرسم لنا صورا إيجابية وإيجابية جدا جدا فإن البركات نزلت على الأمم التي كانت مع نوح النبي بعد أن نزلوا من السفينة وأمة الكلاب هناك من يمثلها في تلك الأمم لأن القرآن بيّن لنا من أن الحيوانات أمم كما نحن البشر القرآن حدثنا عن هذا الواقع العلمي والواقع المرئي يكشف لنا الحقيقة نفسها إذن إذا فهمنا الرواية بحسب الظهور العرفي ومن أن موقف الملائكة على الإطلاق ودائما يكون سلبيا اتجاه الكلاب فإن الرواية تتعارض مع منطق القرآن لكننا إذا فهمنا الرواية بحسب المعاريط من أنها تأتي لأجل بيان حكم حينئذ نقبل الرواية ولا نجد أي إشكال بخصوصها هناك جهات أخرى وعدتكم أن أشير إليها وهي موجودة في الرواية الرواية تشير إلى أن الحسين كان يلعب بهذا الجر المعصوم في صغره في كبره هو هو المعصوم معصوم لا يمكن أن يلهو أو يلعب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان يقول عن الحسني والحسين من أنهما إمامان قاما أو قعدا في صغرهما وهما صغيران كان يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من أن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا والنبي هنا لا يتحدث عن قيام أو عن قعود لكن القيام والقعود عنوين عنوين للحالات التي يكون عليها الإنسان النبي يريد أن يقول لنا من أن الحسن إمام في جميع حالاته منذ اللحظة التي نزل فيها إلى الأرض منذ لحظة ولادته إنه إمام 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 أكان في سن الرضاعة أكان في سن الطفولة أكان في سن الشباب أكان في سن الكهولة في أي مرحلة من المراحل فإنه إمام 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 أكان قائما أكان قاحدا أكان مستيقظا أكان نائما أكان متكلما أكان صامتا إنه إمام إمام في كل أحواله ولا يمكن أن تنفك عنه حالة الإمامة التي أول أوصافها العصمة لا يمكن أن تنفك عنه بحال من الأحوال هذا هو إمامنا الحسن المشتبع والكلام هو هو مع إمامنا الحسين الشهيد الحسن والحسين إمامان إمامان قاما أو قعدا تكلما أم لم يتكلما ناما أم استيقظا الحسن والحسين إمامان هذا الكلام ينطبق عليهم جميعا ما كان لأولهم لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو لآخرهم لقائمهم وما كان لآخرهم لقائمهم فهو لأولهم أولهم محمد وماذا تريدون بعد أوسطهم محمد وماذا بعد آخرهم محمد وماذا بعد كلهم محمد هذا المضمون يجري في كل مقاماتهم في مقاماتهم في عالم الشهادة وفي مقاماتهم في عالم الغيب المعصوم لا يلعب وإذا ما قام بلعب لحكمة هناك حكمة إذا أردنا أن نقبل الرواية فإننا نقبلها من أن الحسين صلوات الله عليه لعب بجرو الكلب هذا وأدخله إلى بيت رسول الله لأجل بيان حكم وإلا فإن الرواية تتعارض مع القرآن مثل ما بيّنت لكم وتتعارض مع حقائق معارف العترة الطاهرة فإن المعصوم لا يلعب وإذا ما لعب فهناك حكمة والحكمة بيان حكم شرعي في هذه الرواية ليس الأمر منحصرا بهذه الحكمة فقط ولكن الرواية التي بين أيدينا تظهر هذه الحكمة واضحة فيها إذا قلنا من أن الرواية جاءت لبيان حكم لبيان حقيقة دينية وإلا فهي تتعارض مع الكتاب الكريم مثل ما بيّنت لكم قبل قليل وتتعارض مع معارف العترة الطاهرة المعصوم لا يلعب هذا هو القرآن سورة مريم إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة يا يحيى هذا الخطاب ليحيى بعدما ولد حينما كان في مهده هذا الخطاب له بعدما ولد يا يحيى خذ الكتاب بقوة بعد ولادته وهو في المهد وآتيناه الحكم صبية يا يحيى خذ الكتاب بقوة بقوة وآتيناه الحكم صبية فهل يحيى هنا يمكن أن يلعب إنها النبوة هل يمكن للنبي أن يلعب يا يحيى خذ الكتاب بقوة لماذا جاء هذا القيد بقوة لأنه صبي لأنه طفل رضيع فإن القرآن يريد أن يقول لنا وإن كان طفلا رضيعا لكنه يمتلك من القوة التي لا يمتلكها أقوى الأقوياء في بني إسرائيل هذه قوة تحمل النبوة هذه قوة الوفاء بالعهود الإلهية هذا نبي من الأنبياء هذه قوة تحمل العلم والمعرفة النبوية هذه قوة العقل النبوي يا يحيا خذ الكتاب بقوة بقوة عقلك بقوة قلبك بقوة روحك بكل القوة التي فيك يا أيها النبي يا يحيا يا أيها النبي الرضيع يا يحيا خذ الكتاب بقوة وماذا بعد وآتيناه الحكم صبيا إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات التي تتحدث عن أحوال هذا الرضيع النبي وفي سورة نفسها حينما جاءت مريم تحمل عيسى إلى بني إسرائيل وضجوا وقالوا ما قالوا وكانت صائمة وكان صومها عن الكلام يريدون منها جوابا فأشارت إليه أن كلموه كلموه يا بني إسرائيل فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية هذا رضيع في المهد كيف نكلمه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية نطق مباشرة قال إني عبد الله فأصابهم الذهول أصابهم الذهول قال إني عبد الله أتاني الكتابة وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَينَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاتِ القرآن هكذا يقول وسلام عليه جاء التعبير بصيغة الغائب وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي أما عيسى فكان هو الذي يتكلم هذا لا يعني أن يحيى كان عاجزا عن الكلام لكنه ما تكلم ليس هناك من ضرورة أن يتكلم أما عيسى فكان هناك من ضرورة أن يتكلم ولذا قال في آخر كلامه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبعد ذلك سكت عيسى لم يتكلم مع بني إسرائيل كان يتكلم مع أمه حينما تكون أمه لوحدها معه يتكلم معها كان يتكلم مع أمه لكنه صمت بعد ذلك لأن النبوة كانت لزكريا زكريا هو الذي كان يتكلم في رواياتنا في أحاديثنا عيسى كان يبكي كثيرا حينما حينما رضيعا في المهد كان يبكي كثيرا مريم أصابها الإعياء والتعب من كثرة بكائه فقال فقال لها الدواء الدواء كان مزعجا فبكى وبكى لانزعاجه من ذلك الدواء فقالت له أنت الذي أمرتني أنت الذي أمرتني قال يا أمه يا أمه يا أمه علم النبوة وضعف الصبا علم النبوة هذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال يا أمه علم النبوة حينما قلت لك افعلي كذا وكذا هذا علم النبوة فهو نبي مثلما قال لبني إسرائيل في اللحظات الأولى من ولادته إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبي برغم أهنافكم هذه الحالة موجودة في الأنبياء علم النبوة وضعف الصبا في عيسى في يحيى لكنها في محمد وأهل محمد لا وجود لها الحسن والحسين إمامان قاما أو قاعدا في كل أحوالهم محمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد ماذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والسبعين من الخطبة السابعة والثمانين أمير المؤمنين يقول أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال لا يقاس بهم أحد وفي طفولتهم لا يقاس بهم أحد إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقول بما لا تعرفون لا تتحدثون عننا وأنتم لا تعرفون أسرارنا فلا تقول بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون إلى أين أنتم ذائبون فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون النبي الأعظم هو الذي يقول إنه يموت من مات منا وليس بميت إنه يتحدث عن محمد وعلي وفاطمة وعن ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر ابتداء من رسول الله وانتهاء بقائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين مميزون مميزون لا يقاس بكم أحد ولا تقاسون بأحد أنتم وأنتم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين مميزون مميزون وأسماءكم في الأسماء مميزة مميزة وأجسادكم في الأجساد مميزة وأرواحكم في الأرواح مميزة وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور مميزة هل قبور محمد وأهل محمد كقبور غيرهم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور هذا هو نور كلامهم نحن في طوفان أنوار كلامهم هذه بحور فيضهم ولطفهم وهذه حقائق أنوار كلامهم بين أيدينا ما بين قرآنه وأدعيته وزياراته وبين رواياته وأحاديثهم وخطبهم كلامكم نور نذهب إلى فاصل في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران الحديث عن عيسى بن مريم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل هذا في الآية التي قبلها إنما قرأتها لأجل أن يتواصل سياق الكلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل موطن الشاهد في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة من سورة آل عمران ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله هل تتوقعون أن هذا الأمر كان يفعله عيسى وهو في السنة الثالثة والثلاثين من عمره لأن عيسى رفع من الأرض حينما كان في السنة الثالثة والثلاثين من عمره ابتدأ نبوته العلنية حينما بلغ الثلاثين من العمر مدة نبوته ثلاث سنوات فبعد أن أكمل الثالثة والثلاثين رفع إلى السماء نبوة عيسى عمليا بدأت بعد أن أتم الثلاثين من عمره والسمر في نشر دينه حتى بلغ الثالثة والثلاثين ورفع إلى السماء فهل كان عيسى في هذا العمر يلعب بالطين ويصنع ألعابا طينية على هيئة الطيور وبعد ذلك ينفخ فيها هذا كان في صغره كان يلعب بالطين هذا هو الذي قلته لكم من أن المعصومة لا يلعب وإذا لعب فإنه يلعب لحكمة هذا الأمر كان يفعله عيسى حينما كان في السنة السابعة من عمره لأن عيسى بعد أن تكلم مع بني إسرائيل في بداية ولادته سكت بعد ذلك أقام الحجة عليهم وكانت حجة كافية جدا كان يتكلم مع أمه فقط وبمعزل عن الناس سأقرأ عليكم ما أقرأ من كلمات أئمتنا صلوات الله عليه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير هذا لا يناسبه وهو في سن الثلاثين حينما كان في السابعة من عمره أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله هذا حينما صار كبيرا فآية خلق الطير في صغره والآيات الأخرى في كبره وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم الكلام هو هو جاء في سورة المائدة في الآية العاشرة بعد المئة الله يخاطب عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن إنه لا يلعب يلعب بحكمة وهذا اللعب الله يريده بإذن المعصوم لا يلعب نحن نتحدث عن المعصومين من أمثال عيسى وهم شيعة لمحمد وآل محمد فكيف سيكون الكلام عن محمد وآل محمد أنفسه الكلام مختلف جدا مختلف جدا هذه أمثلة أمثلة قرآنية لا يمكن أن نتصور الحسين يلعب بجرو كلب إلا لحكمة إلا لغاية وإلا فإن الرواية مرفوضة قطعا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن هذا لعب من أوله إلى آخره باتفاق مع الله هي هذه الحكمة التي أشرت إليها من أن المعصومة لا يلعبوا وإذا ما لعبه فهناك حكمة وحكمة إلهية هذه تغطية من الله للعب عيسى بالطين وصناعة تماثيل للطيور وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن تغطية من الله فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتستمر الآية وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة لكن موطن الشاهد هنا فيما يرتبط باللعب الذي يمارسه المعصوم والذي لا بد أن يكون لحكمة لحكمة أعتقد أن الآيات واضحة وواضحة جدا وهؤلاء إنني أشير إلى الأنبياء إلى عيسى وأمثاله هؤلاء شيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي هذا الكافي الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران الكافي الذي هو للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة في الصفحة الثانية والثلاثين بعد الأربع مئة باب باب حالات الأئمة في السن الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه أكان عيسى بن مريم حين تكلم في المهدي حجة الله على أهل زمانه فقال كان يومئذ نبيا حجة الله غير مرسل كان نبيا إذا دققنا النظر في الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل في سورة آل عمران في الآية التاسعة والأربعين بعد البسملة متى قال لهم من أنني رسول إليكم في السنة السابعة حينما بدأ يصنع تماثيل الطيور ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إلى آخر ما جاء في الآية لكنه حينما تكلم في المهد ماذا قال قال من أنني نبي ما قال من أنني رسول تلاحظون الدقة ما بين الآيات والروايات كل هذا يكشف لنا عن ضلحل سقفة سقفة بني ساعد ويكشف لنا كذلك عن ضلال سقفة بني طوسي الذين يشككون في مثل هذه الروايات والأحاديث ويضعفونها بسبب قذارات ما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر يزيد يزيد الكناسي يسأل الإمام الباقر أكان عيسى بن مريم حين تكلم في المهد حجة الله على أهل زمانه فقال كان يومئذ نبيا حجة الله غير مرسل أما تسمع لقوله حين قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا ما قال وجعلني رسولا وجعلني نبيا كل رسول نبي ولكن ليس كل نبي رسولا أما تسمع لقوله حين قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قلت فكان يومئذ حجة لله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد فقال كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبر عنها وكان نبيا حجة على من سمع كلامه في تلك الحال وزكريا سمع الكلام أيضا ثم ثم صمت صمت بعد ذلك عيسى فلم يتكلم حتى مضت له سنتان وكان زكريا الحجة لله عز وجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين ثم مات زكريا فورثه فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير أما تسمع لقوله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية فلما بلغ عيسى سبع سنين تكلم بالنبوة والرسالة حين أوحى الله تعالى إليه فكان عيسى الحجة على يحيى وعلى الناس أجمعين وليس تبقى الأرض يا أبا خالد يوما واحدا بغير حجة لله على الناس منذ يوم خلق الله آدم وأسكنه الأرض فقلت جعلت في ذاك أكان علي حجة من الله ورسوله على هذه الأمة في حياة رسول الله فقال نعم كان حجة في حياة رسول الله لأنه كان شريكا في أمر رسول الله آيات القرآن التي تتحدث عن أن هارون كان شريكا لموسى في أمر نبوته هي هي تنطبق على علي حديث المنزلة موجود في صحاح نواصب سقيفة بن ساعد منزلة علي من رسول الله هي هي منزلة هارون من موسى وحارون بصريح القرآن شريك لموسى فقلت جعلت في ذاك أكان علي حجة من الله ورسوله على هذه الأمة في حياة رسول الله فقال نعم يوم أقامه للناس ونصبه علما ودعاهم إلى ولايته وأمرهم بطاعته قلت وكانت طاعة علي واجبة على الناس في حياة رسول الله وبعد وفاته فقال نعم ولكنه صمت فلم يتكلم مع رسول الله وكانت الطاعة لرسول الله على أمته وعلى علي في حياة رسول الله وكانت الطاعة من الله ومن رسوله على الناس كلهم لعلي بعد وفاة رسول الله وكان علي حكيما عالم الكلام واضح واضح وصريح لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل فكل ما جاء في الآيات وفي هذه الكلمات المعصوم لا يلعب وإذا ما لعب المعصوم فلحكمة والكلام عن الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد فكيف سيكون شأن محمد وآل محمد هم الذين يخبروننا لازلت أقرأ من الكاف الشريف في الصفحة الحادية بعد الثلاثمئة من الباب الذي عنوانه باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة عليهم السلام الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن جابر إنه جابر الجعفي عن إمام الباقر صلوات الله عليه قال سألته عن علم العالم المراد من العالم هنا الإمام المعصوم من آل محمد جابر يسأل إمامنا الباقر سألته عن علم العالم فقال لي يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى ثم قال يا جابر إن هذه الأربعة يشير إلى روح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان يطرأ ما يطرأ عليها إلا روح القدس فإنها لا تله ولا تلعب وهي الروح الحاكمة على هذه الأرواح ومن هنا فإن المعصومة من الأنبياء والأوصياء لا يله ولا يلعب وإذا ما رؤي أنه يلعب فلحكمة يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان لأن الإنسان يعيش بهذه الأرواح وبهذا الحدثان فإن الحدثان جزء من حياته المراد من الحدثان التغير في الأحوال والأوضاع ولذا قيل له القلب لأنه يتقلب في الأحوال إلا روح القدس فإنها لا تله ولا تلعب وهي الروح الحاكمة الروح التي تميز المعصومة عن غيره صفحة ثلثمية وخمسطعاش إنه الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن معاوية ابن وهب قال قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر صلوات الله عليه ما علامة الإمام الذي بعد الإمام ما علامته إذا ما استشهد الإمام المعصوم هل هناك من علامة للإمام الذي يأتي من بعده فقال طهارة الولادة المراد من طهارة الولادة أنه حينما يولد يولد طاهرا مطهرا فهو لا يحتاج إلى تطهير لا يحتاج إلى تطهير لأنه على سبيل المثال منزه لأنه منزه عن نواقض الوضوء هو منزه عن نواقض الوضوء لا يحتاج إلى الوضوء يأتي طاهرا مطهرا بتطهير من الله ماذا نقرأ في الجزء الثالث والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الثالثة والأربعين بعد المئتين بسنده عن صفية بنت عبد المطلب إنها عمة نبينا صلى الله عليه وآله لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وكنت وليتها وليتها هي التي كانت قابلة ومعينة للزهراء عند ولادة سيد الشهداء عن صفية بنت عبد المطلب قالت لما سقط الحسين من بطن أمه وكنت وليتها قال النبي صلى الله عليه وآله يا عم يا عم هل أمي إلي ابني كان ينتظر وراء الباب يا عم يا عم هل أمي إلي ابني فقلت صفية تقول فقلت يا رسول الله إن لم ننظفه بعد الآن نزل إن لم ننظفه بعد فقال يا عم أنت تنظفينه من أنت من أنت وإن كنت عمة رسول الله وإن كنت بنت عبد المطلب لكنك لست مؤهلة لتنظيفه هذا حسين من أنت حتى تنظف حسين يا عم أنت تنظفينه إن الله تبارك وتعالى قد قد نظفه وطهر قد نظفه وطهر وهو منزه عن نواقض الوضوء المعصوم محمد وآل محمد إذا أعلمنا تفاصيل الوضوء وآحكام الوضوء وآداب الوضوء وسنن الوضوء وهو يستمر على الوضوء دائما لأنه الأسوة لكنه ملاكة ملاكة تشريع الوضوء أتعلمون ما هو ملاكة تشريع الوضوء في أحاديثهم الشريفة رمزية رمزية لتوبة أبينا آدم من المعصية التي ارتكبها فأعضاء الوضوء هي الأعضاء التي استعان بها أبونا آدم على المعصية نحن نمسح الرجلين فهو قد سعى برجليه إلى الشجرة ونحن نغسل اليدين فإنه قد تناول الثمرة من الشجرة بيديه واستعان بهما على أكل تلك الثمرة ونغسل الوجه لأنه قد واجه الشجرة والثمرة بوجهه حين معصيته وأكل بثمه الذي هو في وجهه وكل ذلك في رأسه ولذا نمسح على رؤوسنا رمزية الوضوء هي هذه إنها توبة أبينا آدم مما ارتكبه في الجنة حيث أكل من ثمار الشجرة التي نهي عن الأكل منها فهذه الأعضاء أعضاء الوضوء هي أعضاء معصية أبينا آدم وهذا الأمر لا ينطبق على محمد وآل محمد كنت نبيا وأدم بين الماء والطين ماذا جاء في سورة صاد ومر علينا في الحلقات المتقدمة حينما رفض إبليس أن يسجد لأبينا آدم ماذا قال له الله سبحانه وتعالى أستكبرت أم كنت من العالين العالون محمد وأهل محمد لا دخل لهم بموضوع آدم وإنما كان آدم بما هو آدم كان قبلة حسية للملائكة والقبلة المعنوية نورهم الذي شع في آدم والسجود لله الملائكة سجدوا لأبينا آدم بأمر من الله محمد وآل محمد لا يسجدون إلا لله ولذا فإن إبليس حينما قال لله سبحانه وتعالى أعفني من السجود لآدم وأنا أسجد لك وحدك من هنا جاء الخطاب أستكبرت أم كنت من العالين الذين يسجدون لي وحدي فقط هؤلاء العالون محمد وآل محمد فقط هؤلاء هم يا عم أنت تنظفين من أنت إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهر المعصوم يولد طاهرا مطهرا مختونا طيبا شريفا زكيا نقيا كاملا هكذا يولد المعصوم أتحدث عن محمد وآل محمد أتحدث عن المعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم لا يتوضعون لأنهم لأنهم لا يحتاجون الوضوء لذاتهم إنما يتوضعون ويجب الوضوء عليهم وهم أوجبوا الوضوء على أنفسهم لأنهم أسوة حاجتهم للوضوء عرضية كحاجة كحاجة المعصوم للعب لحكمته المعصوم ذاتا ذاته منزهة عن اللهو واللعب لأن اللهو واللعب تحجز الإنسان عن الله والمعصوم ليس محجوزا عن الله المعصوم وجه الله لا يمكن أن نتخيل في موقف من المواقف أن المعصوم محجوزا عن الله اللعب واللهو حاجز بين الإنسان وبين الله شأن دنيوي رخيص لكن المعصوم إذا ما بدى منه اللعب فلحكمة مثل ما مر علينا قبل قليل يا عمة أنت تنظفينه إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره هذا حسين هل تعرفون حسين أنتم أنتم الذين تقولون من أنكم خدام للحسين هل تعرفون حسين مثل ما هو يريد أم أنكم مسخرة يضحك عليكم هؤلاء المعممون الطوسيون سفلة الذين لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة خصوصا خصوصا أولئك الذين يرتبطون بالمرجعية ارتباطا مباشرا لأنهم يأخذون الضلال بشكل مباشر من المراجع أنفسهم أعود إلى الرواية عن معاوية ابن وهب قال قلت لأبي جعفر ما علامة الإمام الذي بعد الإمام فقال طهارة الولادة وحسن المنشأ ولا يله ولا يلعب الرواية بحاجة إلى شرح طويل وأنا أرى الوقت يجري بسرعة ماذا أصنع لهذا الوقت فقال طهارة الولادة وحسن المنشأ ولا يله ولا يلعب لأن اللهو واللعب يمثل حاجزا فيما بينه وبين الله لا يمكن هذا إلا إذا كان اللعب بأمر من الله مثل ما مر علينا في قصة عيسى وكيف أنه كان يلعب بالطين ويصنع تماثيل الطير من الطين ماذا جاء في سورة المائد بإذني 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 كل ذلك كان بأمر من الله برعاية من الله بتدخل من الله فسيكون لعبه ما هو بلعب إنه شأن إلهي هذا لعب إلهي هذا شأن رباني وهذا هو الذي قصدته من أن الرواية هذه التي تتحدث عن جرو كلب في بيت النبي ومن أن الحسين كان يلعب به نصدقها إذا كان لعب الحسين بهذا المعنى نصدقها ونقبلها ونسلم بها ولكن إذا كانت الرواية تفهم بحسب الظهور العرفي من أن الحسين كان يلعب لعبا عاديا كما عليه عامة الناس عامة الأطفال فإن الرواية تتعارض مع هذه الحقائق مع حقيقة أن المعصوم لا يله ولا يلعب ونقرأ أيضا في صفحة السادسة والأربعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الخامس عشر بسنده بسند الكليني عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن صاحب هذا الأمر عن الإمام المعصوم فقال إن صاحب هذا الأمر لا يله ولا يلعب وأقبل أبو الحسن موسى إمامنا الكاظم وهو صغير ومعه عناق مكية العناق هي الأنثى من أولاد المعز إنها معزة صغيرة وأقبل أبو الحسن موسى وهو صغير ومعه عناق مكية معزة مكية وهو يقول لها اسجدي لربك فأخذه أبو عبد الله وضمه إليه وقال بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب فهذا الذي يتراء منه لشأن لحكمة صفوان الجمال يقول سألت صادق صلوات الله عليه عن صاحب هذا الأمر فقال إن صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب وفي هذه الأثناء وأقبل أبو الحسن موسى إنه الكاظم صلوات الله عليه وهو صغير ومعه عناق مكية وهو يقول لها اسجدي لربك فأخذه أبو عبد الله وضمه إليه وقال بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب الصورة صارت واضحة النصوص كثيرة والأحاديث وفيرة في هذا الاتجاه نذهب إلى فاصل الأمر الثاني المعصوم أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم المعصوم لا ينفعل بالنجاسة لا تؤثر النجاسة فيه تستغربون من ذلك الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة وماذا يقال له في الاصطلاحات الدينية يقال له من أنه ماء معتصم ما هو الماء المعتصم هو الماء الكثير الذي لا ينفعل بالنجاسة إذا ما اختلطت به النجاسة فهو لا يتنجس لا يتأثر بها كماء النهر مثلا كماء المطر الغزير الماء الكثير ماء الكر وهو ماء مهو بكثير كثير جدا ماء الكر عبارة عن حوض مكعب ضلعه بحدود ثلاثة أشبار ونصف حوض مكعب ضلعه ضلع هذا الحوض المكعب ثلاثة أشبار ونصف ما هو بحوض كبير ومع ذلك يقال لهذا الماء في الشرع بأنه ماء كثير بأنه ماء معتصم الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة تصدقون هذا وتقبلونه ولا تقبلون هذا للإمام المعصوم الذي هو أصل الطهارة في الوجود على أي حال نحن هكذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الفرقان في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا وأنزلنا من السماء ماء طهور وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهور لماذا أنزلناه لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة الأناسي هم الناس إذن هذا الماء الطهور لحاجة هؤلاء لماذا قيل له بأنه طهور ماء المطر وصف بهذا الوصف لماذا هو طهور لماذا هذا الماء جاء وصفه بالطهورية طهور فعول وفعول صيغة مبالغة فهل هناك من مبالغة في الطهارة الحسية الماء حينما يكون طاهرا فهو طاهر ولا توجد مبالغة في الطهارة الحسية هو طاهر إذا لم يكن طاهرا فإنه نجس ولا توجد مراتب في الطهارة المادية المراتب موجودة في الطهارة المعنوية في طهارة الأرواح في طهارة القلوب في طهارة النفوس هناك المراتب الكثيرة التي لها أول وليس لها آخر الطهارة المعنوية فيها المراتب الكثيرة الطهارة المادية هي مرتبة واحدة الماء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا وانتهينا فلماذا جاء وصفه بأنه طهور طهور يعني طاهرا وطاهرا وطاهرا هذا هو المراد من الطهور هناك مضاعفة في الطهارة النظر هنا إلى حيثيات أخرى الماء بما هو طاهر وطهارته مرتبته واحدة إذن ما المراد من الطهورية هذا الماء يتميز عن سائر السوائل وحتى عن التراب الذي هو مطهر ثاني بحسب أحكام الدين الماء يطهر غيره ويطهر نفسه بينما التراب يطهر غيره لكنه إذا تنجس لا يمكن أن نطهره بالتراب وإنما يطهر بالماء الماء المطهر الوحيد الذي يطهر غيره ويطهر نفسه الماء المتنجس يطهر بالماء هذه حيثية تضاف إلى طهارة الماء وحيثية أخرى إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينفعل بالنجاسة يحافظ على طهارته ولا تؤثر النجاسة عليه فلذا جاء وصف الماء بأنه طهور وإلا فإذا كان النظر إلى الطهارة الحسية فإن الماء طاهر وانتهينا فليس هناك من طهورية لأن الطهارة الحسية مرتبة واحدة الماء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا ولا توجد مراتب المراتب في الطهارة المعنوية فما معنى الطهورية هنا؟ النظر إلى هاتين الحيثيتين إلى الحيثية الأولى من أن الماء يطهر غيره ويطهر نفسه والحيثية الثانية من أن الماء الكثير لا ينفعل بالنجاسة لا تؤثر النجاسة عليه من هنا جاءت طهورية الماء وكل هذا لأجل هذه الغايات لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة هذا الكلام تقبلونه تقبلونه في أن الماء لا ينفعل بالنجاسة وما قيمته الماء إذا أردنا أن نقايسه بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم فكيف ينفعل المعصوم حينئذ بالنجاسة وقد ذلت النجاسة له وذل كل شيء لكم كيف ينفعل بها إما أن تكون الزيارة هذه ليست صحيحة وإما أن تكون صحيحة فحينئذ لا يمكن أن تؤثر النجاسات في المعصوم هناك قانون الانفعال وهناك قانون الفعل الأشياء التي من طبيعتها أنها تنفعل بما هو أشد منها فإنها ستخسر طهارتها حينما تلامسها النجاسة لماذا؟ لأنها تنفعل بالنجاسة تكون ذليلة أمامها الانفعال مذلة كل الأشياء تنفعل بولاية المعصوم ولا تؤثر فيه وذل كل شيء لكم آية التطهير واضحة في هذا المعنى واضحة جدا إنها الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دققوا النظرة في أن الماء وصف بأنه طهور يعني أنه طاهر وطاهر الطاهر الأولى معروفة الطاهر الثانية أشرت إليها من أن الماء يطهر غيره ويطهر نفسه ومن أنه في حالة كثرته لا ينفعل بالنجاسة حينما تلاقيها النجاسة الآية هنا ماذا تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا الرجس كيف نعرفه نسأل القرآن هو سيحدثنا عن الرجس هذا فتعالوا معي كي نذهب إلى سورة التوبة وإلى الآية الخامسة والعشرين بعد المئة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون هذا الرجس المعنوي الآية واضحة في هذا وأما الذين في قلوبهم مرض أمراض القلوب معنوية وليست مادية نحن لا نتحدث عن القلب الذي هو عضلة في الصدر أمراضه مادية هذا القلب نحن نتحدث عن القلب الذي هو مركز الإدراك ومركز العواطف ومركز الوجدان نتحدث عن هذا القلب عن القلب الذي هو في روح الإنسان وليس في جسده فهذه أمراض معنوية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون هذا الرجس المعنوي الآية تتحدث عن الرجس بكل معاني هذا نوع من أنواع الرجس وماذا بعد ونذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية التسعين بعد البسملة والتي بعدها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الآية الآية تتحدث عن رجس مشترك ما بين الرجس المادي والرجس المعنوي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الخمر جهة فيه رجس مادي مادة نجس مادة محرمة وجهة فيه رجس معنوي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون هذه جهات معنوية والميسر كذلك رجس مادي ومعنوي والأنصاب كذلك ما يذبح على الأنصاب لغير الله والأزلام كذلك نوع من أنواع المقامرة في العصر الجاهلي بخصوص الذبائح فهذه العناوين فيها جنبة رجسية مادية وفيها جنبة رجسية معنوية هذا صنف آخر من أصناف الرجس مر علينا في سورة التوبة رجس معنوي وهنا في سورة المائدة رجس مشترك فيه جهة مادية وفيه جهة معنوية وإذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام فإن الآية الخامسة والأربعين بعد المائة بعد البسملة تحدثنا عن رجس مادي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس نجاسات مادية ومن هنا فإن الآية صريحة في طهارة دم المعصوم لأن المعصوم منزه من قبل الله سبحانه وتعالى عن كل رتس بحسب آية التطهير وقبل قليل قرأت عليكم من حديث صفية بنت عبد المطلب ماذا قال لها رسول الله حينما أخبرته من أن الحسين لم ينظف بعد قال يا عم أنت تنظفينه من أنت فإن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهر قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به هذا فسق مادي وفيه جهة معنوية بلحاض إذا ما قدموا الذبائح لغير الله لكن الآية تتحدث بشكل خاص عن طعام يستطعم قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طاعم يطعمه الجهة المادية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به أو فسق أهل لغير الله به هذه جنبة معنوية تمازج الجنبة المادية ولكن موطن الشاهد في العناوين الأولى من الآية ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ماذا تقول آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنه يذهب عنهم وأذهب عنهم كل أنواع الرجس ما كان معنويا صرفا ما كان ماديا صرفا وما كان مختلطا في جهاته وآثاره وانفعالاته وفاعليته في جنبة الرجس المادي وفي جنبة الرجس المعنوي ذوات منزهة عن كل ذلك الآية صريحة ومعنى الرجس هو هذا من الكتاب الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذه الألف واللام في الرجس لاستيعاب كل أنواع الرجس وكل أنواع الرجس تحدث عنها القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وماذا بعد ويطهركم تطهيرا الفعل هنا مشدد ما قالت الآية ويطهركم ويطهركم تطهيرا وهذا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل يعني أن الفعل قد تكرر ثلاث مرات ويطهركم جاء الفعل مشددا عملية تطهير أولى وعملية تطهير ثانية وجاء المفعول المطلق لتوقيد مضمون الفعل هذه عملية تطهير ثالثة إذا كنا نفهم وصف الطهورية للماء بما تقدم فكيف نفهم هذه المعاني المعمقة والمؤكدة للتطهير كيف نفهمها إذا كان الحديث عن زوال النجاسات وعن زوال القذارات المادية والمعنوية فإن أول الآية قد تكفل بهذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت فكل النقائص ما كان منها ماديا صرفا ما كان منها معنويا صرفا ما كان منها يشتمل على الجهتين كان برزخيا في ذاته في عوارضه في آثاره في انفعالاته أو في فاعليته في كل ذلك في جميع تلك الشؤون كل هذا تكفل تكفل القسم الأول من الآية في إزالته وإبعاده وإذهابه إنما يريد الله ليذهب إذهابا لا وجود له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت فماذا أفعل مع عمليات التطهير المؤكدة والمركبة عملية تطهير أولى وثانية وثالثة جزء من مضمونها جزء من مضمونها أنه لا ينفعل بالنجاسات النجاسات إذا ما اصطدمت به ستكتسب الطهارة ويطهركم تطهير طهارة أولى لذواتهم وطهارة ثانية لصفاتهم وطهارة ثالثة لأفعالهم وهذه الطهارات هي فوق الطهارة التي تحدثت الآية في أولها عنها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت اذهبوا للرس عن ذواتهم وعن صفاتهم وعن أفعالهم وآثارهم وهنا اكتمل الطهارته أما معاني الطهارة في قول الآية ويطهركم تطهيرا تسامن في درجات الطهارة لا نستطيع أن نتصوره بعبارة أخرى طهارتهم هي طهارة الله وهذا ما نقرأه في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها بينك وبين حقائق محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لأنهم وجهه لأنهم المرآة التي تجلى الله فيها هم وجه الله هم مرآة الله فطهارتهم طهارة الله وعصمتهم عصمة الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي الشيعي ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله ماذا نقول عن الماء الكثير إنه ماء معتصم هؤلاء عصمتهم عصمة الله طهارتهم طهارة الله ذوات تتأبى عن كل ريتس وعن كل نقص ولذا فهذه الذوات لا تنفعل بالنجاسة التدقيق في هذه الآيات يوصلنا الى هذه النتيجة الواضحة الصريحة نحن نقرأ في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة طبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة نقرأ عن قميصه عن قميص إمام زماننا وقت ظهوره الشريف في الصفحة الخمسين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والأربعون بسنده بسند ابن أبي زينب النعماني عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام يقول ليعقوب ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه موجود عند إمامنا الصادق هذه مواريث النبوة ودلائل الإمام ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه فقلت بلى قال فدعا بقمطر القمطر يعني وعاء حقيبة تصنع من جلد يحفظ فيها الأشياء الثمينة فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس الكرابيس قماش قطني لونه أبيض إنه من قطن أصفهان قماش أصفهاني يعرف بالكرابيس وأخرج منه قميص كرابيس فنشره فإذا في كمه الأيسر دم في كمه في الردن اليسرى هذا هو الكم في الردن اليسرى فإذا في كمه الأيسر دم فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم حدث هذا في واقعة أحد ضربت رباعية رسول الله لم تكسر وإنما ضربت جرحت فسال الدم منها فمسحه بكم ثوبه الأيسر ولا زال الدم موجودا في هذا القميص في زمن الصادق صلوات الله عليه وهذا هو القميص الذي سيلبسه القائم يوم ظهوره فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم نواصب سقيفة بني ساعدة يقولون من أن رباعيته قد قلعت أزيلت وهذا نقص في خلقة رسول الله لا يمكن أن يكون هذا وإنما ضربت جرحت وسال منها دم هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته وفيه يقوم القائم فقبلت الدم هذا الذي يقول هو يعقوب بن شعيب فقبلت الدم ووضعته على وجهي ثم طواه أبو عبد الله وأرجعه إلى مكانه هذا هو دم رسول الله الطاهر المطهر وهذا قميص رسول الله الذي سيتزين به إمام زماننا متزينا بقميص رسول الله ومتشرفا بدم رسول الله الذي يزين قميصه الأطهر هؤلاء هم محمد وآل محمد نحن لا نتحدث عن حثالات من الأعراب الذين أباعرهم أفضل منهم لا نتحدث عن هؤلاء نتحدث عن مجمع الطهارة والحكمة والعلم والمعرفة نتحدث عن وجه الله هؤلاء محمد وآل محمد الذين لا يقاس بهم أحد من هذه الأمة بل لا يقاس بهم أحد من الخلائق أجمعين نذهب إلى فاصل ماذا نقرأ في الجزء الثامن من الكاف الشريف والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المائة إنه الحديث الثالث والستون بعد المائة بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مرت علينا هذه الرواية في حلقات متقدمة لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه النهر ممتلئ بالماء ونهر الفرات نهر كبير واشع عريض لو أن غير ولي علي أتى الفرات الإمام لا يتحدث عن أعداء علي قال إنه غير ولي علي غير ولي علي قد يكون عدو لعلي وقد يكون لهو بعدو ولا بصديق لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخا الأمواج تتدافع تدافعا كما يقولون كأنه بطون الحيات وهو يزخ زخيخا لأن بطون الحيات متموجة إذا ما انقلبت الحية على ظهرها فإن بطن الحية يكون متموجا لهذا يشبهون أمواج النهر حينما تتحرك وتتدافع بطون الحيات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخا فماذا فعل هذا الذي هو غير ولي علي فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير لماذا لأن جوهر الطهارة ليس متوفرا لديه جوهر الطهارة ولاية علي إذا كانت ولاية علي عند شخص من أمثالنا تكون آثارها هكذا فما هو شأن ولايته التي هي تلاصقه وولايته من شؤونه فما شأنه هو إذا ما شأنه هو إذا أين سنضعه حين إذا وكيف سيكون الكلام إذا كان معنى ولاية علي عند عامة الناس هذا هو من عامة الناس كان فاقدا لولاية علي لو كانت ولاية علي عنده لما ترتبت هذه الآثار ولشرب ماء الفرات زلالا حلالا طيبة ولكنه كان فاقدا لجوهر الطهارة لولاية علي فلذا كان الحكم الحقيقي للماء الذي شربه كان دما مسفوحا أو لحم خنزير فإذا فإذا كانت ولاية علي التي هي عندنا والتي لا تساوي شيئا بالقياس إلى ولايته التي هي ولاية ذاتية عنده ولاية علي عندنا عاطفة قناعة عقائدية معلومة فكرية لا تتجاوز هذه المعاني ولها ما لها من الآثار العجيبة هذه وهذا الذي هو غير ولي لعلي حينما جاء إلى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخ أمواجه تتدافع أو تدافع فتناول بكفه هذه كفه ما هي بقطعة من جلد خنزير كفه فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير جوهر الطهارة ليس متوفرا غطاء الأعمال مثلما العملة النقدية من دون غطائها لا تسوي شيئا بل تكون لعنة على الذي يحملها إذا كانت مزورة تكون لعنة عليه ماذا ستفعل به الحكومات إذا كان يتاجر بأموال مزورة إن كان يعلم بهذا أو لا يعلم لماذا لأن العملة المزورة لا غطاء لها فهذا بالضبط حاله كحال المتعامل بالعملة المزورة جوهر جوهر الطهارة ليس متوفرا لديه لو كان على ولاية علي لتوفر لديه جوهر الطهارة وما قيمة الذي عنده من ولاية علي إلى ولاية علي نفسه وولاية علي نفسه شأن من شؤونه فما هو شأن علي هل تستغربون بعد هذا حينما أقول من أن المعصومة لا ينفعل بالنجاسة لا يمكن أن ينفعل بالنجاسة وهذا شيء من بعض شؤونه الوقت يجري سريعا ماذا أصدع لهذا الوقت إنني استعجلت كثيرا في شرح هذه النصوص وحاولت أن ألخصها إلى أبعد حد بسبب سطوة سيف الوقت هذا ولم يكتمل الحديث لم يكتمل سأكمله لكم يوم غد إن شاء الله تعالى إننا نتحدث عن محمد وأهل محمد وهل يكتمل الكلام لا نستطيع أن نحيط بأسرارهم ولا نستطيع أن نسبر أغوارهم أين نحن من أسرارهم أو أين نحن من أغوارهم نحن ندور في فلك بعيد عن أفنية حقائقهم هناك حقائقهم وهناك أفنية بعيدة عن حقائقهم نحن ندور في أفلاك بعيدة تدور حول أفنية حقائقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اعتبروا اعتبروا بهذه الرواية هذه الرواية اعتبروا بها وأطيل الوقوف عندها لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماءه على جنبيه وهو يزخ زخيخا فتناول بكفه وقال بسم الله فلما فرغ قال الحمد لله كان دما مسفوحا أو لحم خنزير يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران وسلام 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 على إمامنا وسيدنا الحجة بن الحسن صاحب الأمر والزمان في التاسع من ربيع الأول في أول يوم من أيام إمامته الفعلية بعد استشهاد أبيه الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنه يوم فرحة الزهراء يوم البراءة والولاية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر